أول موضوع معنا هو موضوع فضيحة رشيد حمامي رشيد حمامي العلماني المتنصر أو الملحد النصراني سموه زي منتو عزين هو يدعي أنه ترك الإسلام وذهب إلى النصرانية لكن في الحقيقة هو يبدو أنه ملحد متخفي الله أعلم خلينا نتكلم عن الموضوع الأساسي في هذه الحلقة وهو قطع الصوت والصورة عن الملحد حامد عبدالصمت وقد وقعت هذه الفضيحة في قناة رشيد حمامي لأن حامد عبدالصمت انتقد ازدواجية المعايير في الغرب وتحدث عن حكومة الكيان الصهيوني وبدأ في سرد ما تعرض له عندما كتب فقط عن أطفال غزة وهنا تدخل رشيد حمامي تعالوا نشوف الفيديو ثم نعلق عليه إن شاء الله بسم الله حكومة إسرائيل هي أكتر حكومة يمينية متطرفة في كل البلاد الديمقراطية خلي بالكم من تعابير وجه رشيد حمامي وهو يتكلم عن الحكومة الصهيونية ركزوا على تعابير وجه رشيد حمامي بينتقد أي حكومة يمينية إلا حكومة إسرائيل اليمينية اللي هي يمينية فيها بن جيفير اللي كان متهم بدعم حركات إرهابية متطرفة شوفوا الضحك هذا شوفوا بيضحك بيسخر وهذه حقائق على فكرة التي يقولها الملحد حامل عبدالصمد هذه حقائق ومعروفة وموثقة لكن هذا الكلام يكشف لكم من يمول لرشيد حمامي حقيقة هتشوفوا بعد شوية ما سيحصل بين رشيد حمامي وحامل عبدالصمد يعني أغلق معه الحلقة بطريقة مهينة خلونا نكمل جيفير وزير في حكومة نتانياهو والغرب ساكت ما بينتقدش هذا الشيء ينتقد أي همسة تحصل في أوكرانيا أي خطأ وطبعا كلنا بينتقد هذا الشيء طبعا بيحاول يقاطع حامل عبدالصمد هو بيحاول يقاطع ولكن حامل عبدالصمد سيستمر في الكلام وفتح الكيان الصهيوني هذه نقرة وهذه نقرة حرية الرأي اللي كانوا بيقولوا عليها أن أعظم حاجة في الدنيا حرية الرأي وكل رأي مسموح أنا بعد كل اللي كتبته نقد الإسلام السياسي ونقد كل الحركات الإسلام السياسي بدون استثناء لما بس كتبت في ألمانيا عن الأطفال اللي بيموتوا الذين ليس لهم صوت ولا صدى في الإعلام للأسف أستاذ حامل إحنا وصلنا وصلنا نهاية الحلقة للأسف مش عاروة السمينة ولا لا خلاص أطع فصل الصوت والصورة كان لسه حامل عبدالصمد كان نفسي أعرف هيقول إيه لسه بيتكلم عن اللي حصله لما كتب عن أطفال غزة مباشرة قام رشيد حمامي بقطع الصوت والصورة عنه يعني رشيد حمامي فتح الباب لهذا الملحد للطعن في الإسلام والإساءة للإسلام لسنوات طويلة لحد فترة قريبة كل أسبوعين ثلاثة أو شهر يستضيفوا للطعن في الإسلام يعني هم العامل المشترك بينهم عداوة الإسلام مع أن أكثر الشبهات التي طرحها حامل عبدالصمد هي تمثل نصرانية أيضا يعني يتحدث عن بعض الأمور في الإسلام هي موجودة أصلا في النصرانية وينتقد هذه الأمور طبعا لأنه ملحد أو لأنه علماني أو كذا فهذه الأمور سمح بها رشيد حمامي لأنها ضد الإسلام لكن لما انتقد الصهاينة وبدأ في الحديث لما وقع له في ألمانيا شوفوا قطع عنه الخط تاني رجع الحتة دي شوي وصلنا نهاية الحلقة للأسف مش عارو السماني ولا لا لكن احنا وصلنا نهاية الحلقة خلي بالكم حامل عبدالصمد كان لسه بيقول أنا مش بس تهمت بمعادات السمية لسه هيقول اللي حصله شوفوا تاني معلش يا جماعة الشوية اللي هو شقب علي بهم دول للأسف أستاذ حامل احنا وصلنا وصلنا نهاية الحلقة للأسف مش عارو السماني ولا لا لكن احنا وصلنا نهاية الحلقة ألتقي بكم في حلقة أقرأ وإلى اللقاء شوفتوا اللي حصل هذه هذه فضيحة كبيرة هذه من أكبر الفضائح التي رأيتها كيف أنه قطع الخط عن الرجل ولم يسمح له بإكمال هذه الجملة الجملة واحدة كان لسه بيقول أنا اتهمت ليس فقط بمعادات السمية وإنما حصل لي كذا قطع عنه الخط المفروض أصلا أنا كإعلامي أنا أعرف طبعا هذا الكلام أنا مستضيف واحد في قناتي المفروض أختم معاه يعني بعد نهاية الحلقة أقول إلى هنا أعزاء المشاهدين تنتهي هذه الحلقة وكان معنا الأستاذ مثلا حامد عبدالصمد وشكرا لك أستاذ حامد عبدالصمد شكرا لك يا أستاذ رشيد نراكم في حلقة أخرى لا ما حصلش كده فورا قطع عنه الخط وختم الحلقة وتكلمه وانفرض بالكلام وشكرا هي دي أخرتها يا رشيد مع حامد عبدالصمد أنتم أصحاب أنتم الاثنين طبعا أنا هتكلم بما يخص حامد عبدالصمد حامد عبدالصمد يا جماعة من أشد أعداء الإسلام يعني هو يمكن أشد من رشيد في بعض الأمور وله إساءات بالغة بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مهما فعل بالنسبة لي حتى لو تضامن مع قضية غزة لا يمكن أن أقبل منه حتى يعتذر عن إساءاته وافتراءاته بحق الإسلام وبحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن في النهاية ما فعله حامد عبدالصمد أفضل بكثير مما فعله الصهيوني المتنصر الملحد سموه زمنتم عاوزين رشيد حمامي لأن النصراني هذا رشيد حمامي استضافه عبر قناته خلال السنوات الماضية للحديث حول غزوات الإسلام وحروب الإسلام والقصص هذه النهاردة نحن نرى حرب همجية غاشمة قصف أمام كاميرات العالم ولا يتحدث هؤلاء عنه بل يقطع عنهم الكلام وفي الغرب يمنع الكلام في هذا الموضوع يعني كانوا فتحين الباب حتى أن حامد عبدالصمد قال له أنا كتبت كثيرا في نقد الإسلاميين ونقد الجماعات الإسلامية ويعني الغرب سمح لي بذلك ولكن لما كتبت عن أطفال غزة اتهمت بكذا وكذا طبعا قطع عنه رشيد لكن أنا سمعت الكلام المتداخل واضح جدا أنه كان بيشتكيله رايح تشتكيل رشيد يا حامد اسمعه لما بس كتبت في ألمانيا عن الأطفال اللي بيموتوا الذين ليس لهم صوت ولا صدى في الإعلام للأسف أستاذ حامد إحنا وصلنا نهاية الحلقة للأسف مش عارو السماني ولا لا خلاص أطعوا عنه الخط إي يا عم انت هتفضح لنا للدنيا إي يا عم إحنا عملين بقالنا سنين نشوه في الإسلام ونتكلم عن الغرب الجميل وضرورة علمنا البلاد الإسلامية وأن الحل في مش عارف إيه والأمم المتحدة ومواثيق الدولية وحقوق الإنسان والنسوية والمرأة إي يا عم هتيكت بوصلين كل إداء في خمس دقائق لذلك تجدون رشيد حمامي واقف بكل قوة مع الكيان الصهيوني بسوا جماعة انتقاد ما يحدث في غزة وفتح ازدواجية المعايير في الغرب وحقيقة الغرب هذا الكلام يهدم مشاريع التغريب في بلادنا لسنوات طويلة عارفين يعني مليارات الدولارات أنفقت على الملاحدة والنسويات والجمعيات لحرب الإسلام فجأة تنتهي وتختفي بسبب هذه الأحداث وهذا ما حصل لكن ممكن بعض الناس يسألوا ليه يعني حامد عبد الصمد يعمل كذا حامد عبد الصمد الآن ينقذ نفسه من هذه المشكلة مشكلة الغرب الآن الغرب هم في ورطة الملاحدة العرب في ورطة لماذا؟ لأن الغرب الآن يدعم هذه الجرائم الصهيونية وهؤلاء الملاحدة كانوا بتعليمات غربية ينتقدون الإسلام وينتقدون الغزوات الإسلامية وينتقدون فتح مكة وواوى مع أنه فرق كبير طبعا يعني نحن لن نتكلم الآن عن هذه التفاصيل أو نرد عليها لكن مثلا فتح مكة التي يتحدث عنها حامد عبد الصمد ورشيد حمامي الصحابة الذين هجروا من ديارهم حقيقة وليس كما يدعي اليهود مثلا يقولون نحن أيضا هجرنا من فلسطين لا هجروا من مكة والمدينة والطهدوا وعذبوا وقتل منهم من قتل خرجوا من هناك وهاجروا إلى المدينة ثم عادوا إلى مكة تفاتحين وأيضا أكثر الغزوات الإسلامية أو يعني التي بين قسين الغزوات الإسلامية أكثر هذه الغزوات كانت دفاعية وبعض الغزوات أيضا الهجومية هذه كانت لها أسباب ولها ملابسات كثيرة فالآن عندما نرى هذه الأحداث التي تحصل الآن في غزة 30 ألف شخص وعشرات الألاف من الجرحة يعني 30 ألف شخص استشهدوا وعشرات الألاف من الجرحة هذا الرقم أكبر بكثير من كل الأشياء التي يروج لها هؤلاء الأرقام الحالية أكثر بكثير من كل الأشياء التي يروجها هؤلاء ضد الإسلام فماذا يصنعون؟ واحد زي حامد عبدالصمد هو الآن يحاول أن ينقذ نفسه من هذا الأمر مع أنه مشترك في جرائم كثيرة ضد الإسلام وأكاذيب وافتراءات ويجب أن يعتذر عنها ويتوب إلى الله أنا أدعوه والله يعني بهذا الموقف لعله بعد هذه الأحداث يراجع نفسه وأن يكاشف نفسه ما هذه الأشياء التي تحصل من حولنا؟ هذا هو الغرب الذي وعدنا بالديمقراطية والحرية وكذا وهو قال ذلك في هذه الحلقة لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أتسامح مع شخص أساءل الإسلام وأساءل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا الشخص حتى يتوب ويعتذر حتى يتوب ويعتذر عن هذه الجرائم ولذلك جماعة لو تفتكروا لما ألمانيا عاقبت مؤسسة حقوقية مصرية بسبب إدانتها العدوان الإسرائيلي يعني في مؤسسة حقوقية مصرية كانت تعمل بتمويل ألماني من أجل نشر النسوية والأفكار الغربية في بلادنا لما وقعت على بيان يدعو إلى وقف الحرب على غزة لم يقولوا شيئا بس بيانه يعني بيان يدعو إلى وقف الحرب على غزة ومقاطعة البضاع الإسرائيلية على طول مباشرة تم تجميد الدعم لهذه المؤسسة التي كانت تنشر هذه الأفكار في بلادنا أيضا هناك إمرأة مغربية من أصول مغربية ولكنها الآن فرنسية سحبوا منها الجائزة بسبب أنها أيضا نددت بجرائم إسرائيل وهذه المرأة من يا جماعة؟ تخيلوا من هذه المرأة؟ الناس المتابعين الملف الفرنسي هذه المرأة هي زينب الغزوي وهي إمرأة حاقدة ناقمة مجرمة ضد الإسلام وأساءت للإسلام والمسلمين كثيرا لكن هي فعلا شافت الجرائم جرائم يا جماعة أكبر من أن تحتمل حقيقة يعني شوفوا الشعوب الغربية وشوفوا الشعوب العالم وشوفوا الشخصيات التي وقفت مع غزة مش بس عشان هم بيحبوا الإسلام أو بيحبوا المسلمين لا هذا مش موجود ولكن لأن الذي حصل أمر كبير جدا لا يمكن لشخص عاقل مهما كان ومهما وصل أنه يقف مع الكيان الصهيوني أي إنسان فيه بقايا بسيطة من الفطرة لن يقف مع هؤلاء أي إنسان يحترم نفسه مهما كان معاديا للإسلام لا يمكن أن يقف مع هؤلاء وسيقف مع أهل غزة فهذا موقف يعني بديهي لا يحتاج إلى مثلا إقناع الشخص الذي لا يقتنع بهذا الكلام خلاص هذا موسيقى خلاص ما عاد فيه فائدة ولا رجل زي رشيد زي رشيد حمامي يعني اليهود حتى بعض اليهود والنصارى معادين للإسلام وقفوا مع أهل غزة لماذا؟ لأن الحدث جلل أيضا هناك مؤسسة نسوية علمانية داعمة للشذوذ قامت الشرطة الألمانية بالقبض عليها على هذه المجموعة وقاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والمقرات قالت لهم أنتم تؤيدون الشذوذ وتنشرون النسوية لكنكم هناك لديكم مشكلة فيما يتعلق بمعادات السامية تقفون مع فلسطين يويلكم يسواد للكم هذه مؤسسة وعلى فكرة الخبر موجود هنا لمن يقرأ باللغة الألمانية الخبر موجود هنا في هذه الصحيفة وتفاصيل الخبر موجودة في هذه الصحيفة الصحيفة ألمانية معروفة فمن هذه الكلمات الجميلة أختم هذا الموضوع إحدى الأخوات كتبت كلام جميل الأخ رشيد ترك الدين الإسلامي والسبب أن الدين الإسلامي كما قال إرهابي يشجع على القتل وبسبب غزوات الرسول طيب ما إسرائيل اللي قاعد يدعمها حاليا غزوات الرسول كلها لا تأتي نقطة ببحر إرهاب إسرائيل حرب غزة أسقطت الأقنعة واضح جدا أنه مأجور مش قادر ينتقد إسرائيل مع كل هذا الإرهاب تغريدة رائعة جدا من الأخت في داء تقريبا أو الأخ بأنها أخت أيضا هنا هذا الحساب كتب تعليق رائع جدا على قطع الصوت والصورة عن حامد عبدالصمد يقول كالمحتمي بالرنضاء من النار احتمى برشيد حمامي ليشتكي له تضييق الإعلام الألماني والجمه حين أراد أن ينتقد إسرائيل فوجد حمامي أشد الجاما له وتكميما يا لخيبته أمامه باب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر والله أنا أدعوه إلى التوبة بهذه الكلمات وبهذا الموقف أدعوه إلى التوبة والعودة عما فعله وعما اقترفه بحق الإسلام حقيقة يعني هذه فرصة كبيرة للملاحدة والنسويات وكل معادل الإسلام لأسباب تافهة وأسباب أصلا لا ترقى إلى ولا واحد في المية مما يحدث الآن في غزة يدعونا أن هناك غزوات وهناك حروب في الإسلام وكذا وكذا في حين نحن نرى الآن أمريكا قتلت في العراق مليون وسبعمائة ألف شخص أمريكا قتلت في أفغانستان مئات الآلاف قتلت في الصومال قتلت في اليمن قتلت في كل مكان من بلاد المسلمين وغير بقى اللي هي الدعم الانقلابات العسكرية والحروب بالوكالة وكثير من الأماكن طبعا في فيتنام مش عاوز أنسى أسام الدول فرنسا وما اقترفته في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي موريتانيا وفي دول شمال إفريقيا إيطاليا والاحتلال الإيطالي يعني كل هذه الدول ألمانيا هذه وبلجيكا والبرتغال وهذه الدول الغربية كلها بريطانيا الشيطان الأكبر هذه الدول اللي ارتكبت جرائم يا جماعة الخير الجرائم التي اقترفت بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية جميع الغزوات الإسلامية والحروب الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة الإسلامية لا تساوي شيئا مقابل ما حصل في هذه الحروب العالمية يعني نقطة والله ولا شيء لو قلت واحد في المية مش هقدر يعني هيبقى كلام غلط واحد في المية دا كتير جدا احنا منتكلم عن مئات الملايين أبيدوا على أيدي هؤلاء الهمج الرعاع ثم يتهمون الإسلام ويسلطون هؤلاء مجموعة من المأجورين يسلطونهم على المسلمين ليشككوهم في دينهم ويأتي ويتحدث عن النسوية وحقوق الإنسان وهكذا فضحهم الله سبحانه وتعالى بأحداث غزة والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر الكبير لأهل غزة نعم المعاناة كبيرة المعاناة كبيرة جدا 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 والأحداث يعني صعبة للغاية ولكن والله هذه الأحداث كشفت حقيقة الغرب لو جلسنا مئات الساعات لفتح الغرب وأنا جلست مئات الساعات لفتح الغرب لم أتمكن من فضحه كما فضحت أحداث غزة هذه الدول وهذه المؤسسات الغربية والملاحدة عدد قليل من الملاحدة من تكلموا يعني مثلا حامد عبدالصمد الآن تكلم مع رشيد حمامي مع أنه أنا متأكد أن حامد عبدالصمد هو مع وجود الكيان الصهيوني ويدين الحركات الإسلامية التي تقاتل في غزة وكذا لكنه في النهاية عندما فقط أراد أن يكتب عن أطفال غزة منع وتهم بمعادات السامية وكان نفسي أسمع منه ماذا حصل له من الحكومة الألمانية غالبا حصل له استدعاء للمخابرات أو شيء من هذا زي ما حصل لأحد الكتاب أيضا قال استدعيته للمخابرات بسبب تغريدة في ألمانيا هذا الكلام في ألمانيا مش عندنا إحنا تخيلوا هذا الكلام إنها غزة الفاضحة نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب لأهل غزة